شايف أن الأحداث النهاردة كانت تتغير لو كان ديبيت مش موجودة؟ دا أنا عندي تصور أن هناك استراتيجية موضوعة من يام هيرتزيل ماشا دي لسه نتنياهو بقولك احنا في مرحلة الدفء في العلاقات مع الدول العربية بيفتح بقى نتنياهو أول مبارح أقول له هراك النص قال أنه كل من دخل بالمناسبة في لحظة الإعلان عن الجولان قال أنه كل من دخل إلى البيت الأبيض كان صديقاً لإسرائيل ولكن دونالد ترامب صديق استثنائي لإسرائيل طبعاً أنه فعل ما لمات به لأوائله كنا زمان لما نكنمك عن نقل السفارة الأمريكية للأوتس نقول ده شيء حيقلي بالدنيا ويعدي ده الجولان حيقل تعلن ضمها وتعدي في مشكلة خطيرة جداً وعلى فكرة هذا الكلام لا قيمة تلاوه في النهاية لأنه إرادة طرف واحد وهو روليات المتحدة الأمريكية ما يقول زي ما يقول وليه نفترض أن ترامب هو رئيس العالم يعني فيه شرعية دولية وانتقد من كل معصم العواصل ما هو ده اللي حصل في نقل السفارة يا فن مباركة في دول ابتدت تتكلم صراحة عن نقل السفارة مش هتبقى أغلبية برضه وبرضه النقل للعاصمة شيء في قدس الغربية ممكن وممكن تقولوا أن هناك جزء في الضواحي وابورديس وإلى آخره تبدي عاصمة الفلسطانيين في جزء الشرقي من القدس ممكن إنما في النهاية إسرائيل تلتهم الأرض وتأخذ المياه وتحصد كل المكاسب على حساب الجميع لأنها مدعومة ومدعومة ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية